اهلا وسهلا للغزالات اليوم ان شاء الله غدين اقترح لكم واحد مادلين ساهل مال وبطريقة ساهلة وبمكونات اللي بسيطة وغير ببيضة وحدة غدين نخرجوا 12 حبة غدين ناخدوا واحد الاناء وهدين ديروا في واحد البيضة بحرارة المطبخ اه بيضة تكون كبيرة شوية تكون كبيرة وغدين ديروا الباني وغدين ديروا كاز دي السكر ساني ده مشي كاس كامل البنات يعني انا درت نص كاس يعني كاس مع مرش غدين خلط هاد البيض مع الفاني وهاد السكر حتى ندامج لي اذاك السكر مع البيض ويدو بلي الفاني مع السكر بعد باش غدين ضيف باقي المقاطي اللي هيتبون فيهم الحليب والزيت وغدين ديروا حتى وحد القبصة الملحة انا نسيت مدرتاش في اللول مع البيضة ولكن ما شموش كددينوها شوية باش كيجي باش كتجي بنينة وما يمكن ماشتون مقادر كام يكتخدوها بنص اه العبار القياس ايه كاس عبرتو به كتاخدو بها انا درت هادك نص كاس زيت مع نص كاس زيت سكر خديت القياسات كامني بنص الكاس وغدين مقارن خلطو بحلقة كيما كيباليكم في الفيديو مزيان حتى كيدو بلينا اذاك العناصر كد ندامج مع بعدي ساعت باش كنضيفو الحليب كيجيو ساهلين المهرين وكيجيو تيحم قلبناك ان شاء الله غتجربوهم غايش بوكم ففي دبا كيما شتو كيبقى نحرك بحلقة يا مزيان غير باش مايبقاليش داك اه سكر اه خاشرة كمعارفين سكر سريدة كيبقى شوية من خاشن يعني يلا بقى وما دابش كي في العضة كيجيباين في في الحلبيات اولا في هاد الماضلين وهاد الماضلين هتيبقى اقتصادي و اهمنا تشيكونوا يعني حبة وحدد البيضاء هتخرج لكم تبارك الله اه حبة كيما شد بك نضيف اه دقيق دقيق طبيعة الحالة هتكونوا مغربة لنا من قبل انا عندي مغربة اللي يعني دبا غير كي نشد وقنكم ففي كم دا نخلط بالنسبة القياس انا نعطيكم بالضبط حلقة دالية اه كمية ديال الدقيق اللي يدرت في هاد الماضلين وانتو ما كيبقى لكم على حسب خالد ديالكم وعلى حسب النوايات اه دقيق اللي غا تسعملو كينا الدقيق لي كيشربو كينا اللي ما كيشربش مهم انا عنقول لكم شحال اه دخل معايا فايد الماضلين خداليا ميتين وستين جرام تقريبا ميتين وستين جرام يعني هادا هو القياس اللي خديت انا يا دبا غادي نضيفه واحد جوش خمارات حمر اه غادي يكون قياس ديالا كل وحدة فيها ثمانية ستاشر قرام ولي بغا يدير وحدة يدير وحدة مهم انا كدرتهم جوش تبارك الله زالين فكعين وكبارين مهم هاتو ما غا تشوفوه شكل ديالهم وراكو مشتوه في اول فيديو ولاكو تشوفو تكونو شتوهو صورة المصغارة مهم دا باكو نبقى نخلط مزيان غير باشو ما يبقى ليش داك الحبوب ديال الكويرات ديالك الخميرة لانا كتعطي واحد الماضيك مر الى بقت في الكيك وصافي كما اشتوك يبقى لحركم مزيان اهم لاتشي كامل هما ان الوليدات يفرحوا بيهم يدوهم معهم وكتبقى شي حاجة اقتصادية ومصايبة في الدار وعارفين شنو كتعطوا لوليداتكم وماش يدي ما غادي تبقى شمشو تخدي لهم ماضلين ديال الزنقة يعني كيجي واحد الوقت بلانا كيتزير شوية اخصو دارو راي سايبشي حاجة في الدار باش يعرفوا ولدوش انو كيياكل المهم كان اعتذر الابنات كان اعتذر على الصوت ديال بنتي اذا اجا مسموع في الفيديو راقمه عارفين الوليدات ما عندك كيفاش تدير كتمنطي فتار دارو راي كيكونو كيلابو وخسات عياد اقدر معهم غاديش يسمعو خصن فاش كيكون فوحات السين اللي هم مصغى داب اخذيت المول ديال الماضلي ديالي ولا كابكي كدرت ليهم هاد الكوير دات ديال الماضلي راح معروف انو تمن ديال الملاك يدروا بخمسة درام كتشري تبار كلابا كي كي كدد ديلوها وما اخذيتهم هاكا يا غادي ندير كما الشغل بالمعلقة هاكا كندير واحد نفس كيمية ديال الخالد ديالي في داك المول كما قلقم كندير واحد الكيمية النص ديالها ومن بعد غادي نجيب الشوكولة ديال الدهن يعني اني متوفر عندي ما متوفرش عندي هادك ديال كوكيز او للاخر يعني انا درت غير ديال الدام عد باش غادي نغطيه بطبقة تانية ديال الخالد كما عيباليكم في الفيديو بالنسبة اللي حشوبة كتبقى اختيارية تقدرو تخليهم غير هاكا كمتعمهم حتى شي حاجة حتى يتبو عد زينيهم او لا تقدرو تديرهم بكون فيتر اللي متوفر عندكم ديال فريس او لا مش ماش مهم كيبقى لكم شوما على حسب الضوء ديالكم ولا حسب الرغبة ديال الوليدات شنو كيعجبهم مهم انا كان ولد يعني الوليدات كيعجبهم شوكولات فقدرت لهم غير هادا كل ديال الدهن اللي كان عندي وجوال البنات جربوه غير يجبكم صافي كيس بدو تديرو معلقة تتعملو شوية ديال 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 الخالد وقدديرو واحد شوية ديال الشوكولات ديال اللي بدها الفلوس بواعد كتتغطيو عليه وبوحد معلقة ديال الخالد كتزيدو منفق وصافي البنات كيمانشو كيجي بحالها كايا ومهم انا ان شاء الله غضي نكمل قاعد الوحدة اللي عندي ان شاء الله وغضي نرجعو مش نشوفوا الطريقة طريقة كيفاش كيفاش خرجو وبالنسبة لطريقة ديال الطيب انا فضل حدران يمسخنا الفران كنوجدهم والفران كيسخن باش مني كندخلهم ما كيياخدوش معاي الوقت نهائيا في الطيب وتاني حاجة باش ما كيتشقوش ويتفرقعو يجيوك بحال ديالك الموافين ولا معاش نسميتو ما كييجوش ومفرقعين بحال ديالك الحلوة تثمن كنتمنى ان شاء الله تكونوا تفهموني حتش انا ما صيبش كابكيك انا صيبت مادلين ان شاء الله كابكيك غاضي نشاركو معكم في فيديو الجاي وبطريقة مختلفة وان شاء الله يعيش بكم وعيكم في توافة متناول جامع مو يمسع في كماشتو كمالتكاء الواحدة اللي عندي دبا غاضي ندخنوا ان شاء الله يتابوا في الفرن قبل ما تدخنوا من البنات الفرن غاضي نضربوهم شوية هكا مع ساحة سطح العمل غير باش كدك تتخرج منهم ذكالفوقعات باش ما تشقوش لنا في الفرن صحف البنات غاضي ندخنوا ان شاء الله وغاضي نرجع معاكم ولبنت لكم شوحدة ما مقتش كتقدوها في تاكالكوغطات عاش كتدخلوهم ويخلكوا معا من بعد ما كيوجدوا البنات وكيطايبوا كيجوا على الشكل هذا كيجوا وارين فنين ارتبين واسفنجين كيجوا وانا عنقسم لكم وحده وغاضي تشوفوا الشكل دياله كيفاش كيجي كنتمنى ان شاء الله تحطروها الوليدات ديالكم بمقادة اللي هي بسيطة ومتوفرة في جميع البيوت واملات شي يعني صحية وعرفين شنو كتعتو الوليداتكم وما ما تنسوش اخصكم حتى لكم توصاتوا حتى هنا مسيتو اخصكم اللايك ديروا واحد لايك وتلقوا ان شاء الله